ومن الناس الطيبين طبعاً ونتعرف إلى شجونهم وهمومهم وأيضاً ماذا يريدون ننتقل إلى فقرة نتحدث عن المردليون ماذا يعني المردليون؟ نشأة الإسم ما هم؟ من هم؟ ما هو اهتماماتهم؟ ما علاقاتهم بالمجتمع؟ ما نضرتهم إلى الحياة؟ ما نضرتهم أيضاً إلى المقاومة؟ هناك فعلاً جانب مهم يتحدثون عن المقاومة المردليون يتحدث عنها ضيفنا الأستاذ رئيس القسم الثقافي في الجمعية المردلية اللبنانية الأستاذ عزيز إبراهيم تحوره ديما لإلك ديما شكراً أنور طبعاً كما ذكرت واصطفت بالذكر اليوم سنتحدث عن المردليين فمن هم المردليون؟ سؤال سنترحه على ضيفنا الكريم الأستاذ عزيز إبراهيم رئيس القسم الثقافي للجمعية المردلية أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم اليوم سنتحدث عن كلمة المردلية هي غير معروفة لكثير من الناس فما هي الهوية الخاصة بكم ومن أنتم؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلقه أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر المنتجبين أحيي المنار والقائمين عليها والقائمين على هذا البرنامج ويسرني الكثير أني الآن أنا أحضر قناة المنار وأطل من خلال هذه الشاشة الكريمة على مجتمعنا العربي والإسلامي ومجتمعنا المردلي حيث وجوده وحيث يتواجد وأحيي كافة شعبنا اللبناني الخير الطيب الذي يقف إلى جانب المقاومة في مواجهة الكيان الصحيوني هذا المستبد وأحيي مجتمعنا العربي والإسلامي ومجتمعنا المردلي في جبل ماردين الأشم وفي هذه المناسبة الطيبة عيدنا عيد الأطحى المبارك والأعياد القادمة لعيد الميلاد المجيد ورأس السنة المجيدة أيضا وأعيدهم وأبارك لهم وكل عام والعالم وعالمنا العربي والإسلامي ولبنان الطيب بألف خير وبسلام وأمن واستقرار والمقاومة من نصر إلى نصر إن شاء الله بقائدها وبسيدها السيد حسن نصر إن شاء الله شكرا يعني نحن سنفرض مساحة للحديث عن المقاومة وعن الشعر المقاوم ولكن بالبداية هي تعريف بطاقة هوية عن المردليين المردلية كلمة تنطلق من مدينة اسمها ماردين وتعتبر عاصمة المنطقة حيث يتواجد المردليون المردليون الكثير من الشعوب الذي تتواجد في هذا الجبل الطيب الخير الذي يتعامل وكان وما زال أهل عيش مشترك فهو الأكراد والعرب والآشوريين والسريان القدامى سكان الأصليين لهذه البلاد وغيرهم من المجتمعات الأخرى كالأتراك وكثير الكثير من هذه المجتمعات التي عايشت تلك المنطقة إلا أن منطقة جبل ماردين بالتحديد هذه السلسلة الجبلية التي أطلق عليها جبل ربيعة أو طور عبدين أو إزلة في عدة مسميات عديدة وآخر لست آخر هذا الجبل الذي كان وما زال يأوي غالبية سكانه من العرب على كل حال نحن نشاهد صورة لمدينة ماردين في تركيا هذه صورة لمدينة ماردين التاريخية التي تعتبر منطقة تاريخية وأثري وهي أحدى المدن القديمة التي اعتمدتها الكثير من الشعوب التي مرت عليها كمركز حسي أثناء اجتياحها لتلك المناطق أو احتلالها لتلك المناطق كالروم واليونان وغيرها وسميت بتسميات عديدة فسمي في يوم من الأيام سميت ماردينة أعنيت هذه الكلمة بآلية الشرق وكانت تعني هذا المعنى وسميت أيضا آية أو ما يسمى بآية من الجمال هكذا تعني ماردينة يعني إما هكذا أو هكذا كانت صيغة معنى هذا الكلام إلا أننا نحن الآن بصدد معرفة كلمة ماردليون الماردليون فإذن ينسبون إلى هذا الجبل الذي تعيشه وتعمر فيه هذه المدينة الجميلة والتي هي أحدى المدن كما قلنا الكثير هي جزء صغير كما ذكرتم فتنسب هذه المجتمعات إلى واقع هذه المدينة إلى تسمية هذه المدينة بالماردليون أو الماردليين إلا أن السكان الحقيقي من العشائر الذي تكثف هذه المنطقة هم الراشدية والمحلمية والمخاشنية هؤلاء العرب الذين يتواجدون بكثافة الآن على ساحة لبنان وخاصة في بيروت الحبيبة نلاحظ أنه على الرغم من أن المردليون هم من الأكراد ومن العرب ومن غيرهم ولكن اللغة العربية هي موجودة عند المردليين يعني في ماردين قد نرى كثير والكثير من الناس الذين يتحدثون اللغة العربية أختي الكريمة سكان المنطقة في جبل طوروس امتدادا من نهر دجلي وحتى لواء اسكندرون في تركيا الحبيبي هذه المناطق هذه المناطق كلها تتكلم أغلبها وغالباتها اللغة العربية من لواء اسكندرون حتى ماردين مجتمع عربي هو بالأساس أنا قلت فيه الكثير من الخليط من المجتمعات لكن تقول هذه المجتمعات عن بعضها البعض وتكثر بين بعضها إلا أن المجتمع العربي أكثر بكثير من تلك المجتمعات sino إلا أن الأكراد هناك في المنطق الشرقي هناك كما يقال مساحة شاسعة يسكنوا الأكراد وهم الأكثر إلا أن العرب في هذه المنطقة بالتحديد غالبية طبيعة هذه المنطقة هي عربي فلغتهم بالتأكيد ستكون عربية ولو اختلفت لهجات المنطقة عن بعض النهاب كما تختلف الآن بين بيروت وصيدة وصور والجنوب وأيضا بين لبنان ومصر وبين مصر والجزائر وهكذا والسوريين أيضا كما الحلبي والشامي وهكذا فإذن اللهجات تتعدد إلا اللغة هي واحدة ومفهوم اللغة استراتيجية هذه اللغة تبقى واحدة هذا بالنسبة للغة ولكن ماذا عن العادات والتقاليد والتراث الجميل الذي تحملونه في قلوبكم وتتوارثونه عبر الأجيال أكيد بالتأكيد نحن كعرب ننتمي إلى الأم العربي وإلى هذه العروق العربي نحمل كثير من القيم والمبادئ والعادات والتقاليد الذي تربطنا بأمتنا فنعيش كبقية العربي في بعض المناطق الآن الجنوبين أنا بدي أولى مش أنه هاي وكثير من أهل الجبل يعني يعيشون تقريبا نفس العيش الذين عيشوا عادي وتقاليد وكذا يعني بالأفراح والأحزان وكذا ويجمعن الكثير من العامل المشترك في العادي والتقاليد مع الجنوبية وأيضا هذه القيم والمبادئ والأخلاق إكرام الضيف والخلق الطيب وأيضا كما يقال الجسارة والجدارة والرجول ونصرة الحق ونصرة الضعيف والمقاومة في سبيل حب الوطن وحب الكرام وحب الدين والدفاع عن قيم ومبادئ نحملها من رسالاتنا الخالدة هذه مزروعة فينا كما هي مزروعة في الكثير من الطيبين من هؤلاء الطيبين في جنوب لبنان أو في شمال لبنان أو في وسط لبنان نعم سنتحدث عن المردليين وعلاقتهم بلبنان تحديدا ولكن ستمر عبر الشاشة بمجموعة من الصور وسأترك لحضرتك يعني التعليق عليها هي صور تتعلق بعديدكم وتقاليدكم تفضلوا هذه عندما نبدأ اسمه التزييد عندنا كروم هونيك تشتهر هذه المنطقة وتعتمد بالشكل العام على صناعة بعض الحلو من مادة الزبيب أو من ثمرة العنب فيعصر العنب كما ترين وبعد أن يغلى يصب في شراشف بيضاء من الكتان ثم تطلع بشكل كامل هذه الشاشة كما ترين ثم تنشف إلى بعد ويطلق عليها الحريرة نقول هي إحدى فاكهات الشتاء لدينا نعتمدها كما نعتمد على غيرها اسمها الحريرة وأحيانا تلظم أي كما المسباح الجوز يكسر فيلظم كثير من هذه مفردات الجوز ثم تغطس بهذه المادة أو بهذا العصير المغلي ويعلق لفترة نسميها العقودة هذه العقائد نعم هي عبارة عن عقائد عقائد تسمى العقودة وملئة بالجوز وهذه عادات وأيضا الزبيب ينشف الزبيب أو العنب ننسبيه المشطاح ثم نفرز هذا العنب بعد أن نغمسه بماء الرمادة نأتي بالرمادة اللي هي موجودة بالتنانير لأنه نحن عنا هناك التنور نعتمده في صناعة الخبز أو في الخبز لإنشاء الخبز نأتي لهذه الرمادة نغليها مع الماء فنغمس عنقود العنب أو خصلة العنب في هذه المادة أو في هذه المادة المغلية ثم ننشرها في مشاطيح على تراب كثير من النعوم يشبه الدقيق بعد غربلته تسمى المشاطيح وهي طبعا مساحات أنا بتكلم هي مساحات شاسعة من الأرض يعني يعتمد عليها تلك المجتمع المردلي في صناعة الزبيب وأيضا الحريري اللي نحن عم نشوفها والعقودة اللي هي جزء لا يتززأ من كما يقال عصير العنب نعم يعني من الجميل أن يطلع الناس على هكذا أنواع من الحلويات هذه أيضا أنواع من الحلويات كما ترين الحريري بالنصف هذه اللي كنا عم نحكي عمنا نحكي عم نعم وأيضا هذي اللي من هذي من هذي من هذي طرف هذي أيضا هي السلا يسموها السلي السلايات بسموها هذه مادة وهذه لا يعني غير واضحة إلى الزبيب هذا مبين الزبيب بعدما أنه هكذا يفعلون يعني بطريقة الاستعمال كيف يغمسونه بماء الرمادي ثم يجففونه تحت عشاعة الشمس طبعا لله وغيرها أكيد هناك مأكلات وهناك كما يقال غير هذه المواد تستخلص من عصير العنب وتعتبر الفاكهة الأساسية لأبناء جبل مردين من الحلمين العنب أساسي للمردلين إذن كل الحلويات أو بأغلبها هي بأساس يعني مستخرجة من العنب العنب هو الأساس في استخلاص طبعا تعلمين أنه بلادنا لا تعمل الشراب والكذا وغيرها هذه المواد نستخلصها لأنه نحن كما تعلمين هناك بعض عننا سريان بيستخلص الأنبيت أما نحن استعمالات أخرى نعم نحو الحلو رايحين هذا يعني مثل احتفال هذا هذه أزياء خاصة في فلكلورنا الفلكلور العربي المردلي كما ترين وهي عبارة نسميها العباءة أو الزبون يقال عند العرب أهل البوادي وهذا الثوب الأبيض بالأساس والزنار كما نعرفه ونحن نسميه الوسط وهذه المرحمة بنئلة المرحمة أو الكتاني اللي بتشتهر فيها المرأة عنا في جبل مردين وطبعا الثياب دائما تكون طويلة يعني أحيانا تسحف مع الأرض كما ترين والمرأة لست محجب كبرقة وإنما محجب كحجاب رسمي يعني ترين وجهة دائرة وجهة كما أنت الآن كيف هكذا نحجب هناك طبعا وكافة المجتمع المردلي العربي هذا زيه طبعا هذا زي تقليدي مش أنه زي بس للفرح هكذا يلبس أغلب نسوة وبنات وحرائر تلك المنطقة نعم إذن المزيد من الصور الرهوني عدنا إلى مدينة مردين هذه لست مردين باعتقادي هي أحدى المدن أحدى القرى قرى أحدى القرى في ويمكن أن تكون الراشدية لأنه أنا مكشوف فيه مكتوب فوق ما بعرف شو لا مش مكتوب نعم هي يمكن أن تكون إما الراشدية أو المخاشنية هي أحدى ضيع الواقعة في جبل مردين أو المحيطة بمردين نعم إذن سنشاهد المزيد من الصور ولكن دعنا نستكمل الحوار ونتحدث عن وضعكم أنتم المردليين في لبنان من بعد من على قلعة هذه حسن كيف وهي قريبة وهي قلعة طبعا تقع عليها على نهر ضجلي تقع قلعة وهي قلعة تسمى قلعة حسن كيف أو ما يسمى بقلعة الأمير الهلالي لأن عشائر أو المحلمي الراجدي والمخاشنية هن أبناء قبيل عربي ينتمون إلى الشيبان بن ذهل وهؤلاء من عرب بكر بن ربيعة نعم وأيضا ينتمون قسم من هؤلاء إلى أفخاذ من الهلاليين وغيرهم من أفخاذ أخرى نعم نعم وعمل جاهدا من أجل أن تكون هذه الجمعية بداية أمورها لكي يكون هذا المجتمع أو يدفع بهذا المجتمع إلى أن يكون عامل ونسيج فعال في هذا المجتمع كلبناني من ثم المواطن الماردلي هو مواطن لبناني ولبنان عزيز على كل اللبنانيين نحن لا نفرق بين لبناني وآخر ونحن نرى وهدفنا وغايتنا ومشاعرنا أن نرى كافة اللبنانيين مقاومة ونرىهم دائما متحدين متكاتفين في مواجهة ما يواجهه لبنان وأهله وشعبه ومواطنوه وتعزيز قدرة هذا المجتمع إلى التطور ومن أجل إقامة لبنان مستقر وآمن يعيش في ظل الأمن والاستقر وأيضا كما نعلم لبنان هو أحد أعضاء الجامعة العربي ينتمي إلى أمته لا يستطيع أحد أن يفصل عن هذه الأمة فمن هذا المنطلق نحن نريد إذا كان هناك تدخل لحل حالة الأمور إذا كان عربي ما فيش لنحن أخو لكن أن يأتينا الأجنبي من الخارج ليتدخل في شؤونه هذا ما لا نرضى اثنين المقاومة بنظرنا المقاومة حق مشروع لأي قوم لأي شعب من الشعوب له حقوق أن يدافع عن هذا الحق فما بالك إذا كان عربيا أصيل وينتمي إلى هذه الأرض ويرى من يعاده وعدو دينه وأرضه وشعبه بكافة كما يقال معتقداته وأديانه وأطيافه فإذا نحن اللبنانيين نعتز بها إذا اختلفنا بالأراء والأفكار للبعض وأيضا نحن نرى إذا كان هنا خلاف من أجل أن يكون لبنان متطور هذا اسمها الأراء في التطوير نحترم هذه الأراء لا مانع من هذا أصلا كما يقال الكثير من الأراء تبني وطن وكما يقال عندما نعارض معارضة بالناء أي يعني نحن صحة جيدة وطننا في صحة جيدة إما أن نكون معارضين لبعضنا لدرجة أن نقف إلى جانب العدوان هذه تعتبر خياني بحق الوطن هذا ما يمكن أن يقبل لا لا هذا كل إنسان وطني ينتمي إلى لبنان حتى إذا ما كان عربي يعني المقاومة هي حاضرة في وجدانكم والمقاومة هي حاضرة بفكركم وممارستكم حتى بطريق تحليلكم للمواضيع فماذا قلتم في المقاومة إذا بنحكي شعرا نحن المقاومة بالنسبة أن تعتبر رمز نتقيد فيه في مواجهة إسرائيل وأي عدوان على وطننا من العجنبي ونحن لحد اليوم نعرف أن هذا السلاح هو سلاح في مواجهة هذا المتغطر الصهيوني ولهذا كتبت أنا قصيدي لحتى يعني كما يقال فعندي أنا قصيدي بلهجتنا وعندي قصيدي أيضا بلهجة البادي العربي وأيضا جميلي ونحن عربي حق لنا أنه نتكلم باللهجة اللي بنحبها ونشيد بمقاومتنا باللهجة فأيضا هذه قصيدي بلهجة البادي العراقية والسورية أقول فيها يا حر أصيل انت عزوم منبع الغيرة يا شمس العرب انت ونورك ضوعديرة يل تحسب الأمور كلتا وترعاك المعايير يل تحمل هموم الناس بكل صغيرة وكبيرة يمخيب ظنون الشركاية كل صماصيرة ومزلزل وكرصهيون ومحطم أساطيرة نصر الله يا بوهادي انت في الخلق سيرة ودايم في الوعد صادق كلامك محلة تفسيرة يل انت يل انت منتك البلة أو قعت العدب حيرة نقسم ان في ذاك نصير وسيوف بإيدك الديرة ولك مننا عهد الله وعهدنا بأله من غيره نستجهد لجل لبنان ونصير جندا ومغاويرا ونبقى في خندق الإيمان وللوطن واطيرا ورح تبقى عروبتنا بدمنا ويعلى تقديرا يا موت كرام وعز ويا النصر وتباشيرا جميل جميل جائح هذي بلهجتكم لا هذي مش بلهجتنا هذي أنا قلت باللهجة بند البداوية هذي بلهجتنا هذي في حب لبنان لأننا نعشق لبنان لأننا نحب لبنان ونحب المقاومة في لبنان ونحب الناس الذين ينتمون إلى لبنان من أجل هذا لبنان كتبنا كما يحب اللبنانيين لبنان أيضا نحن لنا مشاعر بلبنان فكتبنا الميل أنا أعشق هوا لبنان وبعشقه كيف غنيله لبنان بق لي حبيب الروح وروحي في أرزه وجباله ودايم حارسه تبقى وهيجاني وروحي تفديله وعن كل حاقده شرير في وسطي عيني تاشيله لبنان بغلات الروح ليخرق حده يا ويله ارتوى جنوبه أطهر دم ارتوى جنوبه أطهر دم وألف نعمين من رجاله اتراب من الذهب أغلق دايم أخضر كليله ربنا لخلق لوطان دقق في تفاصيله لبنان العريق كثير أصيل مسوى ميخيله ابكرم أهله أبد ميسير عزم يعرب وحي جميل رائع هذه القصيدة بحب لبنان بمقاومة لبنان أيضا وباستقلال لبنان وبحب قائد المقاومة الأصيل العربي الغيور اليعربي الذي ينتمي إلى أصالة الأمة هذا الذي خيله مسوم نؤيده ونباركه ونشد على يده مردليين أحرار من بني الشيبان محلمين وراجديين ومخشنيين ونحن إلى جانب كل لبناني يدافع عن تربة لبنان العربي الأصيل الله يحفظكم لكي نختم مع حضرتكم هي جميل كلام قيل في هذه القصائد ولكن العلاقات المشتركة يعني حضرتكم مردليين موجودين في لبنان هل هناك علاقات لازالت موجودة مع المردليين المقيمين في خارج لبنان في سوريا ربما في العراق وحتى داخل تركيا ماذا عن هذه العلاقات والروابط الأسرية؟ نحن على تواصل مع مشتبعنا وبحيث أنه الآن بعد الانفتاح الذي حصل وبعض التطورات التي حصلت يبارك لهؤلاء القياديين في هذه الأمة الطيبين الإسلاميين منهم والعرب منهم الذين يعززون إرادة التحدي والممانعة في مواجهة هذا المتغطف الصهيوني نشكر هذه العلاقة الجيدة أيضا بين تركيا ونشكر قيادة البلدين ونشكر قيادة إيران الحكيمة الذي تتواصل لكي تعزز إرادة هذه الأمة الإسلامية والعربية في مواجهة هذا المقضل نحن ليس لنا عداء بالأساس إلا هذا العدو الشري فهو الشيطان الأكبر وهو الشر المطلق أيضا كما قالوها هؤلاء الحكماء اللهم ارضى عنهم فإذن نحن بالنسبة أن نتواصل مع مجتمعنا لأنه الآن هناك تسهيلات كثيرة ونتبادر الآراء والأفكار ونتعاون لأن الجمعية بالأساس تعتمد على نفسها جمعيتنا معتمد على نفسها وآخر كما يقال حتى أذكر هذه الجمعية اسمها جمعية اتحاد العائلات اللبنانية في ألمانيا التي رأسها أحمد ميري مشكورا يعني كانت بالأمس يعني بتنسيق معنا كان هناك تعاون لكي نعزز بعض ما يقال الواقع المعيشي كما تعرفين أنه الواقع المعيشي لمجتمعنا وشعبنا اللبناني لا نحصد عليك فإذا نستمد نستمد يد العم ونعتمد على نفسنا بالأحرى إذا صح تعم وأيضا على هؤلاء المؤسسات الأخرى مشكورة لا رد أن أذكرها لأنني قد يغيب عن ذاكرتي بعض أسماء فأشكر كل هذه المؤسسات وهذه الجمعيات التي تعاوننا ونتعاون ونحن مستعدون للتعاون ونتواصل مع كل الجمعيات الخيرة في لبنان لا نحدد وأنا بدوري أشكر وجودك معنا أستاذ عزيز إبراهيم رئيس القسم الثقافي للجمعية المردلية اللبنانية بدأنا هذه الفقرة بسؤال من هم المردليون الإجابة باتت واضحة المردليون اللبنانيون هم جزء جميل من هذا الوطن الجميل من لبنان وهم جزء أيضا ومدافع عن المقاومة وعن هذا الوطن بكل تفاصيله شكرا جزيلا على وجودك معنا وكل عام وأنتم بألف خير لكل اللبنانيين ولكل المردليين أيضا وبيسم كل المردليين أنا بشكر المنار بشكر هؤلاء القايمين عليها وخاصة هذا البرنامج هؤلاء الذين يقومون على هذا البرنامج فارق العمل شكرا جزيلا وأشكر المقاومة وأؤيد المقاومة بالمجتمع المردلي ولن نتخلى عن بقية مجتمعنا لا نختلف مع هذا المجتمع المردلي لكن المقاومة هي مقاومة يجب أن نعتمدها ونشد على أيدها شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا جزيلا إذن سنتحول معكم مباشرة إلى كلمة ومعنى وهذه المرة الكلمة هي كي الوعي ترجمة نانسي قنقر